اشتركوا في القناة 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 الصح هذا عشان يعطي شفافية بدرجة افضل. طيب نرجع للخامة تبعتي دائما الخامة تبقى اخر عنصر عندي. هاي خامة الاجزاز اللي عندي. هاي خامة الاجزاز. انا هنممكن اعطيه لون. قال لك مش ممكن تعطيه لون. ليش? لان هو تماما نافذ للضوء. ما بأثرش الضوء. لكن انا بنفع في خاصية هنا ان هو الشفاف الضوء وهو طالع من الجسم تبعه هنا. اجي واعطي له لون. اختارنا مثلا احمر. رح لاحظ ان هو شفاف تماما لكن له لون احمر. هذي اللون الاحمر ناتج عن انه الاضاءة لما اندخلت عليه كوباية انحجبت اللون الازرق والاخضر. وطلع من عندي اللون الاحمر اللي انا في هذا. اوكي اراجعه قبل زي ما كان. ونيجي للخامة التانية اعلم عليها. والخامة التانية انا عايز ازيح المشه التابع لهان. عشان اتنجي راندل للمنطقات. راح علم عليها. اقول لو سمحت اعطيني اياها الصيني نيو ماتيريال ارنولد اي ستاندر سيرفيس. انا عايز ادي يبقى اجزاز. علشان يكون اجزاز. اه عايزه يبقى حديد. عشان يكون حديد. خلينا سيب اللون زي ما هو. واروه لخصية المتلنس معدن. واسحبها على الاخر. مباشرة ما عملت شوية لحاجة لحال وعطاني خاصية انه معدن اجزاز. ممكن العب في اللون هنا. واشوف ايش ممكن اعطيني لو انا غمجت الاجزاز تبعي بهيك شكل. يعني مش كتير زريف انه اجزاز. ممكن اجزاز اه ممكن حديد احمر او ما شابه. على العموم هيك اللون مناسب. يعني عشان احولوا لمعدن كل اللي عملت وروحت على خاصية المتلنس وسحبتها على الاخر عشان يعطيني الخاصية للمعدن. عشان اجل تالت واحد. لو ينحاس. خلينا عمله باليمين هان. ارنولد اي ساندر سيرفيس. وعلم عليه. بكل بساطة انا عايز اخلي انحاس. فراح اخلي متى النسف معدن لانه نحاس معدن. وراح اروح اللون عندي. واختاروا ايش زي الاصفر هنا. اختاروا اصفر محمل. انحاس او ذهب لون زي هيك تقريبا. تقريبا. وبينفع انزل للاعدادات تحت في اللمعة هنا. اعطيله شوية رفنس. اعطيله شوية خشونة. للجسم تبع حاجة زي ثلاثة. الجسم صار خشن. الخشونة هادة اوحد اتجاهها ما خلاش خشونة عشوائية. خلينا واحدة على الاخير. دي رقم واحد. راح نشوف الاتجاه اللمعة تبعا تتشتت. طبعا هيك امطينا احساس انه هو يعني حاس او ذهب. ذهب بشكل افضل. بينفع للعلم ان انا اروح على خاصية الروتيشن. واغير الضوران اتجاه. الخشونة اللي في الجسم تبعي. ممكن الف الخشونة تبعا تعطيني بشكل هيك. او الفها تاني. يعني يعني يعطيك اتجاه انكسار الضوء باختلف. هي يعني ازرف واحدة عندي جهة سفر كما سفر. طيب اذا انا. هيك اعملت للثلاث اجسام اللي عندي. لا الاجزاز. ولا الحديد لانحاس. اضعي الى اعمل الامراية اللي وراء هادي. اعلم عليها. اعلم على الفيس لحاله اللي هان. وهذا الفيس اعطي له الساين. نيو ماتيريال. واروح على ارنول اي اي ساندر سيروز نفس الكلام. واسميها اي 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 ميرور مثلا. مراية. وعشان اخليها مراية. اخلي المنطقة اللي عندي تبين ان هي مراية. لناخد مشهد مقطع كويسك مناسب. وفي الغالب راح ارنضل المشهد كله عندي. العموم. ارجع للجسم تبعي هذا. واروح للخامل اللي اسمها ميرور. وعشان تبقى مراية دائما اللي مراية ببقى اسود. هي عمليين بتعكس اللون. هي ملهاش لون. بتعكس اللون. انا مش شايفه صار اسود. خلينا اتأكد ان انا اعلم عليه الصح. فيس. الميرور بتبعت طيب. انا واضح ان انا لعبت في خاصية الكالور في الاسبيكيولر. فخليها زي ما هي كانت ابيض. انا بدي خاصية الكالور اللي عندي البيس كالور هادي. تبقى اسود. ابيك شكل. الان اول ما صارت اسود صار وجود اللمعة مبين. واللمعة صارت تعطيني انعكاس للجسم تبعي. راح انزل على الاسبيكيولر اللي عندي هنا. الرفنس في عندي شوية خشونة في الجسم تبعي هنا. راح اشيلها. عشان تعطيني اللمعة افضل. صار اللمعة هنا افضل. على عشان ازيد اللمعة تبعت او ازيد اللي انعكاس تبعي. راح امسك الانتية وازيدها. فيك شكل. اذا الان انا صار في عندي المشهد هذا. شوية كبيات كل واحدة لون لحال. وفي عندي امراية عكسالي المشهد تبعي. ويعطيك العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة